أسلحة متطورة تدخل الخدمة في الصراع بأفغانستان حركة طالبان أدخلت مؤخرا سلاح الطائرات المسيرة إلى الميدان هذه مشاهد جوية سربتها الحركة وبثها ناشطون أفغان تظهر تحليق طائرة مسيرة فوق إحدى القواعد العسكرية من ارتفاعات شاهقة وتقول الحركة إنها شنت عبر الطائرات من دون طيار هجمات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية في ولايات شرق وشمال أفغانستان طالبان أخذت هذه التقنية من الحروب في سوريا والعراق وهي تكتيك جديد في الصراع الأفغاني التقنية الجديدة لدى حركة طالبان أثارت هواجس أمنية لدى السلطات الأفغانية فبادرت إلى اتخاذ إجراءات احترازية تشمل إغلاق المجال الجوي فوق القصر الرئاسي كما هددت بإسقاط الطائرات المسيرة بأشكالها حتى تلك التابعة لوسائل الإعلام مخافة هجمات محتملة لقد شاركنا مخاوفنا مع قيادات وزارة الدفاع منذ أكثر من شهرين بعد أن شاهدنا استعمالها في ثلاث مناسبات وآخرها في مدينة جندوز حيث ألحقت أضرارا بإثنين من مراحيات القوات المسلحة ومع غياب المعلومات حول أنواع الطائرات المسيرة التي تمتلكها طالبا تقلل القوات الأفغانية من أهميتها وتعدها تكنولوجيا بسيطة تقوم على تعديل طائرات مسيرة مزودة بكاميرات لتصبح قادرة على حمل متفجرات وإلقائها عادية كانت أم متطورة الأكيد أن الطائرات المسيرة سلاح سيغير قواعد اللعبة ويكشف عن أن لدى كل طرف أدوات يستعملها عند الضرورة لترجيح كفته في المشهد الأفغاني وربما على طاولة المفاوضات جوا جوادي العربي كابول